اشتركوا في القناة هيئة تنظيم سوق العمل قد أطلقت العمل بالآلية الجديدة بناء على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء والمتبثلة في نشر إعلان شواغر التوظيف الصحف المحلية من قبل المؤسسات الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من الخارج وبحسب الهيئة فإن هذه الآلية ستتيح الفرصة للمواطنين الرغبين في الحصول على الوظائف تقدم لها وفي حال عدم التقدم للوظيفة خلال فترة أسبوعين من نشر الإعلان سيتم مباشرة طلب الاستقدام للوظيفة المطلوبة كما يمكن للوافدين بمملكة البحرين الذين تنطبق عليهم الشروط وأيضا التقدم للحصول على الشواغر الأمر الذي سيسهل على مؤسسات القطاع الخاصة الوصول للعمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة دون الحاجة إلى استقدام عمالة وافدة من الخارج وبالتالي استيعاب أي فائض في العمالة ترجمة نانسي قنقر